حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنسي بن مالك عن أسيدي بن حضير رضي الله تعالى عنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوضي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمر وعن أمه فاطمة ابنتي حسين عن عائشة أنها كانت تقول كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس وكان يقول لو أني أكون كما أكون على أحوال ثلاث من أحوالي لكنت حين أقرأ القرآن وحين أسمعه يقرأ وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة وما شهدت جنازة قطف فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنسي بن مالك عن أسيدي بن حضير رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا من الأنصار تخلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرن عن أبيه عن جده علقمة عن عائشة قالت قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا بذي الحليفة وكان غلمان من الأنصار تلقوا أهليهم فلقوا سيد بن حضير فنعوا له امرأته فتقنع وجعل يبكي قالت فقلت له غفر الله لاك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من أسابقتي والقدم ما لاك تبكي على امرأة فكشف عن رأسه وقال صدقتي لعمر حقي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قالت قلت له ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اهتز العرشل وفت سعدي بن معاذ قالت وهو يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة أنبأنا الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي الليلة عن أسيدي بن حضيل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الأبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الأبل حنا محمد بن مقاتل المروزي أخبرنا عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بن هاشمين قال وكان ثقة قال وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي الليلة عن أسيدي بن حضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الأبل قال توضأوا من ألبانها وسئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأوا من ألبانها